السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزا ومتابعيني الكرام يا رب تكونوا بخير النهاردة الفيديو هيكون عن يأجوج ومأجوج وخروجهم والكلام عنهم من القرآن ومن الانجيل ومن التوراة ومن كلام العلماء وكلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم واشكلهم ايه وهيعملوا ايه وهيموتوا ازاي وهيخرجوا ازاي وكده يعني هنشوف كل ده دلوقتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم اه استيقظ من نومه فزعا قائلا لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قالت عائشة رضي الله عنها لما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وشاور بالابهام والسبابة ورؤية الانبياء وحي وهي مصدق وحق ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه انما هي تسلسل تصديقي وتحقيقي لقوله تعالى في شأن ما ذكره القرآن الكريم عن رب العزة في الاخبار بقوم يأجوج ومأجوج في ايات سورة الكهف قال تعالى ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرج على ان تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردم ائتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين السدفين قال انفقه حتى اذا جعله نارا قال ائتوني افرغ عليه كترة فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دك وكان وعد ربي حق صدق الله العظيم فقد روى الامام احمد في مسنده عن صمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاثة سام ابو العرب وحام ابو السودان ويافث ابو الترك قال العلم السفاريني نقلا عن ابن كثير ان يأجوج ومأجوج طائفة من الترك من ذرية ادم عليه السلام ثم قال هم من ذرية نوح من سلالة يافث ابو الترك وقال الامام النووي هم من ولد ادم عليه السلام عند اكثر العلماء والله اعلم ويخرجون في اخر الزمان وهم في الشرق من جهة المشرق وكان الترك منهم فتركوا وراء السد وبقي يأجوج ومأجوج من وراء السد والاطراق كانوا خارج السد فالمقصود ان يأجوج ومأجوج هم من شعوب الجهات الشرقية الشرق الاقصى والظاهر والله اعلم انهم في اخر الزمان يخرجون من الصين الشعبية وما حولها لانهم تركوا هناك من حينما بنى ذو القرنين السد صاروا من ورائه من الداخل وصار الاطراق والتتر من الخارج فهم من وراء السد والله جل وعلا اذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم الى الناس وانتشروا في الارض وعثوا فيها فسادا ثم يرسلوا الله عليهم نغفا في انوفهم عبارة عن دود صغير جدا اسمه النغف اللهم احفظنا فيموتون موتة حيوان واحد في الحال اذا اراد الله عليهم بعدما ينتشرون في الارض يرسل الله عليهم جندا من عنده مرضا في انوفهم يموتون به ويتحصن منهم عيسى عليه السلام والمؤمنون عند جبل الطور في سيناء لان خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال وبعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى عليه السلام فان يأجوج ومأجوج يقتلون من لقوه عند خروجهم كما في صحيح مسلم ويبعث الله يأجوج ومأجوجهم من كل حد ينسلون فيمر اوائلهم على بحير الطبرية فيشربون ماء فيها ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الارض هلما فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمى رواه مسلم وفي فتح الباري لابن حجر وعند عبد بن حميد من حديث عبد الله بن عمر فلا يمرون بشيء الا اهلكوه ومن حديث ابي سعيد رفعه يفتح يأجوج ومأجوج فيعمون الارض وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون على اهل الارض فيقول قائلهم هؤلاء اهل الارض قد فرغنا منهم فيهز اخر حربته الى السماء فترجع مخدمة بالدم فيقولون قد قتلنا اهل السماء فبينما هم كذلك اذ بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد فتأخذ باعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيهلكهم الله جميعا ويبقى عيسى عليه السلام واصحابه زمانا بعد ذلك وينشأ جيل جديد ويكون فيه مسلمون وكفار فتأتي الريح الطيبة وتأخذ ارواح المؤمنين ثم يبقى الكفار والاشرار حتى تقوم عليهم الساعة كما في صحيح مسلم ثم يقال للارض هنا بقى الحديث يعني كأن فيه احداث سبقة احداث المفروض انه وقت ما الارض هيبقى فيها الخير ده كله اللي انا هقوله دلوقتي ده هيكون وقت سيدنا عيسى والمهدي مع بعض يعني بعد موت يأجوج ومأجوج هيقال للارض يعني انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومائذ تأكل العصابة من الرمانة يعني ناس كتيرا قوي ياكلوا من رمانة واحدة ويصازلون بقح فيها دي هتبقى اخر حاجة هيشهدها المؤمنون اللي هو موت يأجوج ومأجوج وهيعيشوا كويس جدا وخير وبركة ورزق والمال هيفيد لحد ما تيجي الريح الطيبة هتأخذهم ويفضل شرار الناس على الارض انا لحد هنا قلت جزء كبير عن يأجوج ومأجوج في الاسلام والقرآن والاحاديث النبوية الشريفة هنتكلم عن يأجوج ومأجوج في المسيحية ذكر جوج ومأجوج في الكتاب المقدس في سفر الرؤية اليوحنى اللهوتي في الاسحاح العشرين في الآية 8 ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج ومأجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمال البحر أو مثل رمل البحر وجوج ومأجوج في الآية كناية عن الشيطان وأعوانه أما في الأصطفة هما ملكان للممالك الشمالية التي حاربت وعادت إسرائيل قديما وتنبع عنها حسقيال أرقام كده اللي هي الحاجات الخاصة بالكتاب يعني بتاعهم وعن خرابها الشديد وأرقام برضو وجاءت هذه الآية تحت عنوان تينونة الشيطان في الكتاب المقدس أما بالنسبة ليأجوج ومأجوج في التوراة فأنا مقدرت شافهم بالزبط كلام كتير صعب جدا علي يعني مقدرتش أفسر بس هما برضو بيؤمنوا بأن في شعب أو قوم هيجوا على الأرض وهيكونوا يعني زي متوحشين أو مفترسين وكده هو ده الكلام اللي مكتوب أنا جبت جزء بسيط منه أجوج ومأجوج بالعبرية طبعا مش عارف أنا أرعبري يظهران في الكتاب المقدس العبري والنصوص المقدسة الإسلامية كأفراد أو قبائل أو أراضي في سفر حسقيال 38 مأجوج هو شخص ويأجوج هي أرضه ده هو اللي أنا فهمته من التوراة أو اللي هم يعني بيقولوا عليه كتاب التوراة العلماء شايفين أنه هو نموذج للإنسان تكون فيه نزاعات الشر متدنية وهو القادر على كل شيء بخلاف ما اتصف به هذا الإنسان النندر تالي اليأجوجي والمأجوجي وده بيقولوا قريب من رأي الملائكة عندما قالوا لله سبحانه وتعالى هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعني العلماء يقصدون أن دول عايشين من قبل ما يتخرق آدم وأن هم كانوا دايما بيقتلوا ويعملوا الشر ويفسدوا في الأرض وكده يعني فهم معروفين من زمان هم النندر تاليين دور وطبعا ربنا جل وعلا رد على الملائكة قال لهم قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبقوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبقهم بأسمائهم فلما أنبقهم بأسمائهم قال ألم أكل لكم أني أعلم طيب السماوات والأرض صادق الله العظيم من سورة البكرة وأين هيوجد سد أو موقع يأجوج ومأجوج بيقولوا لا يوجد أدلة قاطعة العلماء يعني تعين موقع الردمة الذي يحجز يأجوج ومأجوج إلا أنه يذكر بعض الناس أنه وراء الصين ويذكر بعضهم أنه في جورجيا في جبل الكوقاز قرب أزربيجان أرمينيا ويدل له أثر مروي عن ابن عباس وقيل أنه في أواخر شمال الأرض وقيل غير ذلك وقال ألوسي ولعله قد حال بيننا وبين ذلك الموضع مياه عظيمة كما ذهب بعض المهتمين بمراجعة المصادر غير الإسلامية إلى أن السدين المائيين هما بحر قزوين والبحر الأسود ومنطقة بين السدين هي تحديدا الحدود الفاصلة بينما يعرف حاليا بأسويتيا الجنوبية التابعة لجورجيا وأسويتيا الشمالية التابعة لروسيا حيث أن بينهما مضيق جبلي يعرف حاليا بمضيق داريال يعتقد أن يأجوج ومأجوج كانوا جنوبه في حين أن الفرس العلان كانوا شماله وكان الفرس العلان لا يكادون يفقهون قولة ويتعرضون للغارات من الجنوبيين يأجوج ومأجوب بشكل مستمر ودموي وفي خريطة الشريف الإدريسي رسمت أرض يأجوج ومأجوج في الزاوية الشمالية الشرقية أي موراء شمال شرق أسيا ومحطة تظهر تظهر بعض خرائط العالم الأوروبي في العصور الوسطى أيضا موقع أراضي يأجوج ومأجوج في أكثر شمال شرق أسيا الركن الشمالي الشرقي من العالم إذن يمكن أن يكون هذا هو مكان يأجوج ومأجوج مع أني أعتقد أن هو صور السين العظيم وهم ممكن يكونوا تحته والله أعلم يعني كان العلماء نفسهم ما عارفوش فإحنا كل واحد بيتهيأ له حاجة يعني لكن هو مش هيتعرف مكانه ولا عن طريق رؤية صادقة بإذن الله كم يبلغ طول قوم يأجوج ومأجوج قيل إنهم يعني في منهم هيكون بطول شجر الأرض اللي هو بيكون موجود في الشام طول الشجر عشرون ومائة زراع في السماء هؤلاء الذين لا يقوموا لهم خيل ولا حديد وصنف منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه أم مات منهم أكلوه مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية وكل ما يجدوه أمامهم من مأكل أو مشرب قادوا عليه ما هي أشكال يأجوج ومأجوج يقال إنهم عراض الوجوه صغار العيون صهب الشغاف شعر أسود فيه حمرة ده معنى صهب الشغاف ومن كل حد ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة المجان هو الترس يعني من كتر ما وشهم مدور كأنهم المجان المطرقة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر